في كنيسة القيامة في القدس احتفلت الكنائس الكاثوليكية التي تسير على التقويم الغربي بسبت النور المقدس حيث ترأس وجبة جناز المسيح غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالة بطريارك القدسي للاتين بحضور الأباء لفرانسيس كان وعدد كبير من المطارنة والأباء الكاناتي والشمامسة وجموع من أبناء الرعية بدأ الاحتفال برياضة درب الصليب المقدس في البلدة القديمة وصولا إلى كنيسة القيامة وقد تقدم المسيرة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالة وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وسفراء عدة دول وزوار قادمون من الخارج يتقدمهم حامل الصليب المقدس وقد جرت صلاة جناز المسيح في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكي لكاثوليك تلاها جناز المسيح في كنيسة مارتومة للسريان الكاثوليك وكنيسة أب الموارنة بالقرب من باب الخليل في القدس قال غبطة الكاردينال باتسابالة في عضة أحد الفصح المجيد على الرغم أن هذا الزمن المأسوي الذي يتسم بالكثير من العنف ما زلنا قادرين على إعلان الحياة والحب والنور الذي يحمله هذا العيد وأضاف غبطته في هذه اللحظة نريد أن نعرب عن شكرنا الخاص لقداسة الباب فرنسيس الذي عبر عن قربه من جماعتنا المسيحية برسالة جميلة أرسلها إلينا عشية الثلاثية الفصحية ورافقتنا في الصلاة والتأمل مشيرا إلى أن قداسته دعانا لنكون مشاعلا مضاءة في الليل لكن يبدو أن هذه الحرب لن تنتهي أبدا وأن الصوت القوي والحاسم والوحيد هو صوت الأسلحة بعد أن فشلت كل المحاولات لوقف الأعمال العدائية وأكد الكاردينال باتسابالة أن فصح المسيح يحتم علينا أن نتحلى بالشجاعة للدفاع عن كرامة الحياة وعدم الخوف من الليل الذي يلوح في الأفق وعدم البقاء منغلقين على أنفسنا